متابعيني جميعاً على قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة الفترة الأخيرة أقولت لكم أن أنا حاول أركز قدر الإمكان على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في التطبيق بشكل عملي أكتر من التركيز على كل أداة جديدة بتطلع خصوصاً أن في الفترة الأخيرة معظم أدوات الذكاء الاصطناعي بقت في الخطة المدفوعة والخطة المجانية مش بتقدم حاجة بصراحة عشان أكون معيك واضحة ولكن أكيد لو لقيت أدوات مهمة خطلع أتكلم عنها في بعض الأدوات المدفوعة ولكن مهمة في الاستخدام من ضمن المواقع مثلاً اللي بشوفها أنها هي مهمة زي شا جي بي تي زي ليفل لابس بعض المواقع الأخرى اللي بستخدمها في إنتاج فيديوهات بما أني بستخدم شا جي بي تي بستخدم صورة وأيضاً كلين جي اي ساعات بنتقل الخطة المدفوعة في إنتاج الفيديوهات ففي بعض المواقع مش حنقدر أن احنا نستغنع عن الخطة المدفوعة ولكن لو في أدوات مجانية ليه إحنا منركزها عليها وده اللي جاي يكلمك عنه النهاردة لأن أنا بيجي لي سؤال دايماً السؤال ده بيتكرر كتير وهو نموذج بيولد سود بالذكاء الاصطناعي ويكون بيدعم اللغة العربية ويقدر يديني مدة طويلة مثلاً طبعاً 11 لابس زي ما احنا شفنا 11 لابس في فيرجان ثري اللي هو الإصدار الثالث كان ممتاز جداً ولكن أصوات باللغة العربية موجودة في المدفوع هرجع أقول لك مرة تانية جوجل بتقدم أدوات مجانية كنت تكلمت عن النموذج ده ولكن جاي النهاردة أتكلم عنه بالتفصيل من خلال جوجل AI ستوديو الكنز الخفي لدى البعض يعني في بعض الناس ما تعرفش أن جوجل AI ستوديو في أدوات كتيرة جداً ممكن تستخدمها بشكل مجاني لإنتاج الفيديو لإنتاج الصورة والنهاردة حنركز تاني على إنتاج الصوت وحنتكلم عن الموضوع بالتفصيل لإن في بعض المتابعين حتى لإن الموضوع ده يعني مختلط عليهم حبتزي أروح لجوجل AI ستوديو من الرابط الموجود في الوصف أسفل الفيديو جوجل AI ستوديو في حاجات كتيرة جداً اللي إحنا هنركز عليه النهاردة هو النايتيف سبيتش جنريشن والنايتيف سبيتش جنريشن بتستخدمه بشكل مجاني تماماً داخل جوجل AI ستوديو بيدعم السينجل سبيكر أوديو والمالتي سبيكر أوديو يعني لو عندك شخص واحد بيتكلم تقدر تحط النص وتحوله الصوت لو عندك شخصين بيتكلم وتقدر تعمل حوار ما بين شخصين وأيضاً زي ما قلت لك تولد الصوت وبيدعم اللغة العربية بشكل جيد جداً مش بس كده بيدعم أصوات مختلفة صوت بيتكلم بشكل حاد صوت بيتكلم بشكل فرندلي يعني ودود صوت بيتكلم كالمهيدي شوية وهكذا يعني فيه أصوات كتيرة جداً ممكن تختارها بالنسبة لي لسبيكر 1 أو 2 أو حتى بالنسبة للسينجل سبيكر أوديو فيه بس نقطة حابة أن أنا بيهك لها عشان تطلع يعني صوت كويس وشكل كويس للحوار لازم تكون واخبية لكن فيه حاجات كده حاول أن أنت تركز عليها حاجة من الحاجات المهمة جداً لازم تركز عليها قبل ما تبتدي تحط النص للسبيكر 1 والنص للسبيكر 2 الجزء المتعلق بالستايل انستركشنز أنت عايز التون يكون عامل ازاي الحوار ما بين الشخصين يكون عامل ازاي هنا الحوار warm welcoming tone يعني بالنسبة للمثال اللي هو حطه أنا رحت كده لشاجة بيتيه قلت له ادي لي أنواع اللي ستايلز المختلفة للتونز وحطي لك كل اللي ستايلز دي في الوصفة أسفل فيديو وما تشغلش بالك بأن أنت تكتبها هنا حبتدي معيك مثلاً say read allowed in a warm welcoming tone ممكن هنا أقول له in a warm وهنا ممكن أقول له friendly tone وممكن هنا اللي سبيكر هغير هنا اللي سبيكر 1 واللي سبيكر 2 بتكستي كده باللغة العربية هنا أنا حطيت الحوار كله اللي أنا عايزة ما بين الشخصين تقدر بقى تقعد تزود ديالوج ما بين شخصين وحتى الآن ما فيش غير سبيكر 1 والسبيكر 2 وزي ما قلت لك انتبه للستايل انستركشن احنا هنغيره على فكرة للستايل انستركشن وهنغير كمان النموذج اللي احنا بنستخدمه ليه؟ لأن أنت عندك نموذجين لتوليد الصوت Gemini 2.5 Flash Preview TTS وعندك Gemini 2.5 Pro Preview TTS فأنت عندك نموذجين بيولدولك الصوت بالذكاء الاصطناعي ممكن ترتاح مع واحد والتاني لا هنا مثلاً أنا هاختاري الفلاش وحبتدي هنا فيه الموضل سيتنج حسيب التمبريتشر زي ما هي وبيقول لي عندك 2 سبيكر السبيكر الاولاني انت ممكن تسميه اي اسم زي ما انت عايز سبيكر بتاعي وليكن هاختار الشخص التاني ايضاً يكون خليني بك وتعالا نشوف ونولد الصوت زي ما قلت لك وحبتدي هنا اختار وحبتدي ادوس رن هنا بيظهر عندك الاتنين مع بعض كده زي ديالوج لو انت حابب ان انت تبص عليهم كده بصة سريعة وحبتدي اعمل رن ونشوف مع بعض سمعت عن التحديث الاخير للزكاة الاصطناعي؟ بقى يقدر يكتب مقالات يحل البيانات ويقلد اصوات الناس بدقة مرعبة اه شفت بس الصراحة الوضع بيخوف شوية يعني التكنولوجيا دي قوية جداً بس ممكن تطلع عن السيطرة تقصد زي افلام الخيال العلمي اللي الروبوتات تسيطر على العالم؟ مش بالضرورة كده لكن الخوف الحقيقي ان الزكاة الاصطناعي يتخذ قرارات بدون رئابة بشرية او يستخدموا اشخاص في التلاعب بالمعلومات او حتى في الحروب صحيح زي ما احنا شايفين من خلال الحوار الحوار تعبيري جداً اتنين بيتكلموا مع بعض بشكل فيه تعبير عن المشاعر يعني استهزاء او نوع من انواع الاستغراب هتلاقي بقى كل الحاجات دي موجودة دلوقتي من خلال هذا النموذج تعال انا نجرب النموذج التاني انا حاب اجرب جيمنايتو بوينت فايف برو واشوفه في التوليد الخاص بالصوت هيكون فيه اختلاف ولا لأ كل علي ان انا بس هروح اختار النموذج وهخسيب كل حاجة زي ما هي وحبتزي اعمل رن ونشوف النتيجة تعال بقى نشوف الفرق ما بين النموذجين وانا متأكدة ان انت هتلاحظ الفرق لما تسمع الحوار التاني تعالوا نشوف مع بعض سمعت عن التحديث الاخير للذكاء الاصطناعي؟ بقى يقدر يكتب مقالات يحل البيانات ويقلد اصوات الناس بدقة مرعبة اه شفت بس الصراحة الوضع بيخوف شوية يعني التكنولوجيا دي قوية جداً بس ممكن تطلع عن السيطرة تقصد زي افلام الخيال العلمي اللي الروبوتات تسيطر على العالم؟ مش بالضرورة كده لكن الخوف الحقيقي ان الذكاء الاصطناعي يتخذ قرارات بدون رقابة بشرية زي ما انتو شفتوا فيه فرق انت لك كل واحد حسب هو مرتاح مع ايه لكن انا بجرب معاك النموذج وببورهولك بشكل عملي تعال بقى نجرب نص كامل نفترض ان انت عايز تعمل نص وثائقي ويس اوفر باللغة العربية هنعمل ايه بقى في هذه الحالة؟ هبتدي اروح على السينجل سبيكر اوديو هبتدي اجيب النص واحطه وهنا بقى هحدد التون اللي هيكون في الحالة دي مختلف هنا مثلاً ممكن اخليه في الحالة دي in a professional precise informative بيديني معلومة وابتدي احط هنا النص اللي عايزة يحوله هبتدي احط النص بتاعي باللغة العربية وهنا هخلي السبيكر بتاعي في bright في حازم clear واضح انا عايزة informative الصوت يكون informative بقى سواء كان واحد او واحدة اللي بيتكلمه عشان انا مش عارفة الاسم ده ايه بصراحة وابتدي هنا ادوز run وتعالى نشوف النتيجة وحاختار ايضاً flash preview run تم انشاء الصوت دقتين 26 ثانية حبتدي اعمل download وسماعك جزء منه في اقصى اطراف نظامنا الشمسي الداخلي يدور كوكب احمر صامت حول الشمس كوكب لطالما اثار خيال العلماء والكتاب وجذب انظار البشر عبر العصور انه المريخ زي ما انتو شايفين النتيجة رائعة باللغة العربية ممكن كمان نجرب بجيميناي 2.5 Pro Preview TTS ونعمل run ونشوف الفرق ما بين الاثنين تم الانتهاء من الاوديو تعالوا نسمع الاوديو باستخدام جيميناي 2.5 Pro Preview TTS في اقصى اطراف النظامنا الشمسي الداخلي يدور كوكب احمر صامت حول الشمس كوكب لطالما اثار خيال العلماء والكتاب وجذب انظار البشر عبر العصور انه المريخ الجار الكوكبي الاقرب الى الارض والمرشح الاول ليكون موطن الانسان القادم ده بالنسبة للناتج من جيميناي 2.5 Pro واتمنى اسمع رأيكم في التعليقات انت تحب او تفضل تستخدم اي نموذج في انتاج الصوت واخد بالك الستايل انستراكشنز اللي هتحطه هيختلف تماما الناتج عنه تعالوا كده نشوف ازاي هيختلف الناتج عنه لو انا رحت هنا قلت له read aloud in a friendly and war tone وحبتزي استخدم flash وعمل run تم انتاج الاوديو تعالوا نسمع الاوديو وحتلاحظ الفرق في اقصى اطراف نظامنا الشمسي الداخلي يدور كوكب احمر صامت حول الشمس كوكب لطالما اثار خيال العلماء والكتاب وجذب انظار البشر عبر العصور انه المريخ الجار الكوكبي الاقرب الى الارض والمرشح الاول ليكون موطن الانسان القادم لكن هل يمكننا حقا العيش فوق سطح المريخ؟ زي ما احنا شايفين الصوت friendly اكتر warn tone زي ما عطيته بالضبط في ال style instructions يبقى احنا هنا دلوقتي فهمنا ان احنا في حاجتين لازم نكون مغذيباًنا منهم وبنتحكم فيهم ال style instructions وايضاً استخدام النموذج بنشوف النموذج المناسب بالنسبة لل speakers انت بتختار يعني كل speaker هنا وانا اخترته مثلاً speaker ده informative ممكن تختاره يكون مثلاً firm حازم شوية بس اخد بالك هنا خلي ال style instructions مناسبة للصوت اللي انت بتختاره ده منطق البساطة توليد الصوت بشكل مجاني من خلال جوجل eye studio انت عندك حساب على جوجل تقدر تخش بجوجل eye studio وتنشئ ال voice اللي انت عايزه اعتقد الموضوع ده ممكن يفيد ناس كتير جداً بتعمل مثلاً presentation وعايزة audio على presentation تضيفه او بتعمل محتوى مثلاً محتوى ده عايزة له voice over اعتقد ان جوجل مميزة في النميزج بتاعتها وبشكل مجاني زي ما احنا شايفين شوفوا فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة كل يوم موقع جديد احاول اقدم لكم كل جديد ومفيد فاريت ما تنسوش دعموني باللايك وشير والكومنت لو كنتم متابعيني الاعزاء ولو كنتم بتشوفنا اول مرة متنسوش تعمل سبسكرايب القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة